سنة 1977 صدر كتاب في الولايات المتحدة باسم The Amityville Horror أو رعب بيت أميتفيل الكتاب ده كان بيحكي عن أحداث مرعبة جداً ورد بيها عيلة أمريكية عادية لما اشتروا بيت كبير على الطراز الهولندي بسعر لقطة البيت ده كان في 112 Ocean View في مدينة أميتفيل اللي موجودة على جزيرة لونغ آيلاند في مدينة نيويورك الكتاب نجح جداً وحقق مبيعات خيالية خصوصاً إن البيت حقيقي وموجود وتقدر تروح تزوره بنفسك والناس اللي مروا بالقصة حقيين وموجودين وحكوا اللي هصل لهم بنفسهم وبعدها بسنتين أحداث الكتاب اتعملت فيلم بنفس الاسم فيلم ده كانت الناس بتقف طوابير بالساعات عشان تهجز تذكرة وتدخل تتفرج عليه إيه حكاية البيت ده وإيه اللي حصل فيه؟ هي دي حدوطة النهار ده يوم 13 نوفمبر 1974 رونالد ديفين جونير شاب عمره 23 سنة دحل بور في مدينة أميتفيل وطلب المساعدة من الموجودين وقال لهم إن في حد ضرب نار على بابا وموندو بسرعة الناس اتحركوا معاه على البيت وأحد أصدقائه طلب الشرطة الشرطة لما واصرت البيت وفتشته لقيت ست جسس لأفراد الأسرة الأب الأم وإخوات رونالد ولدين وبنتين كلهم مضروبين بالنار في سريرهم رونالد اتهب أحد رجال العصابات إنه هو اللقات الأفراد أسرته لكن اتضح للبوليس إن الراكل ده كان مسافر ببرا الولاية أصلاً وقت ارتكاب الجريمة ومع استجوا برونالد اعترف إنه هو اللقات الأفراد أسرته بنفسه الساعة 3 الصبح بعد كده أخذ حمام بغير هدومه وعلى الساعة 6 مساء رح للبار وطلب المساعدة تمت محاكمة رونالد وقودين واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بس برضو محدش كان عارف إيه الدافع ورا الجريمة البشعة دي بعد إدانة رونالد البيت اتباع لعيلة لطس المكونة من جورج وكافي وأطفالها الثلاثة من زواج سابق والكلب بتاعهم البيت كان في منطقة سكنية ممتازة للعائلات مكون من خمس قوات نوم وفيه حمام سباحة وموجود على بعبر مائي فكان ملحق بالبيت زي جاراج كده القارب صغير البيت عجب جورج وكافي جدا اللي كانوا لسه بجوزين جديد وشفوه مكان مناسب لأسرتهم وكمان سعره كان كويس جدا جدا وبالرغب من إن السمصار حكى لهم عن الجريمة اللي حصلت السنة اللي قبلها في البيت إلا إدن ده ما فرقش معهم في حاجة واعتبروها صفقة كويسة جدا واتنقلوا للبيت في ديسمبر سنة 1975 لما جورج حكى قصة البيت لأحد أصدقائه صديقه أقنعه إنه لازم يجيب كاهن يبارك البيت جورج ما كانش فارق معاه بس بناء على الكلام اللي تقلوه وإنه كمان اشترى البيت بالعفش اللي حصلت عليه الجريمة اتصل بصديق ليه كاهن اسمه راي وجه راي فعلا عشان يبارك له البيت وهما بيتنقلوا ليه الكاهن خلص الدور الأول كله تمام ترى الدور الثاني دخل غرفة كانت كاثي ناوت تعملها غرفة لشغل الخياطة حكى للسيس راي إنه لما دخل الغرفة دي اللي كانت غرفة الأخين اللي تقتلوا حس إن الجو فيها برد جدا وأول ما بتدى يرش الميا المقدسة سمع صوت رجولي بيزعق فيه ويقوله يخرج برا وفعلا خرج ونزل لكنه ما حكاش لجورجو كاثي على اللي حصل معاه بس قالوهم إنهم الأفضل يتجنبوا الغرفة دي تتت سلسلة من الأحداث الغريبة تحصل للأسرة دي في البيت كان كل يوم الساعة ثلاثة وربع الصبح جورج بيصحى مخدود كأن في حد بيصحي ثلاثة وربع ده هو نفس الوقت اللي ارتكب فيه رونالد جريمة عيلته والناس اللي بتتفرج على أفلام رعب كتير أو مهتمين بظواهر الخارقة والحاجات دي عارفين إن الساعة ثلاثة الصبح بيسموها ساعة الشيطان وفيها بتنشط الشياطين والأرواح الشجيرة كمان كاثي كانت دايما بتجي لها كوبيس ما بتعرفش تنم كويس وبتدت العلاقة ما بين جورج وكاثي تتوتر وبيحصل بينهم مشاكل وكمان بقى بيزعقوا في الولاد ويدرقوهم ودي كانت حاجة غريبة عليهم وفي مرة الولاد لقوا بقع غريبة قوي في حمامات البيت وفي مرة تانية برضو كاثي لقيت دبان كتير قوي على شباك غرفة الخياطة بتاعتها في يوم بقى كانت كاثي معدية جنب قدت بنتها الصغيرة كان البيت الصغيرة دي كان اسمها ميسي سمعتها بتتكلم معها مفروض ان هي عرفة ان بنتها قعدة في قدتها لوحدها فلما دخلت كاثي سألت البنت كانت بتكلم مين فالبنت قلت لها ان دا صديقها اللي تصحبت عليه من ساعة ما سكنه في البيت ودايما بيظهر لها وهي لوحدها وبيلعب معها كل دا حصلوهم وهم لسه ما كملوش شهر في البيت الجديد لحد ما جيه اليوم لـ 28 ديهم في البيت في شهر يناير سنة 76 وبعد وحاولة تانية لمباركة البيت ليصحى جورج بالليل ساعة 3 وربع كاعدته في اليوم ما سكن البيت دا بس المرة دي يعني حاسس ان حركته مشلولة كأن في حد قوي جدا مسبته مكانه وبص على مراته لقاها طايرة في السقف وسامع أصوات خط جمدة جدا من قط الولاد وشاف شبح لابس اسود وراسه متغطية وأصوات خط جديد جدا على الأبواب والكلب كمان كان عمال ينبح بشدة وفوق كل دا كان فيه عاصفة قوية شغالة برا وفجأة كل دا يقف وجورج يقدر يتحرك فبيجري يتصل بالأسيس ري عشان يجيله لكن الأسيس بيقوله إنه لازم ياخد مراته والولاد ويهربوا فورا من البيت وجورج ما كدبش خبر أخذ أسرته وغارجوا من البيت جاري من غير ما يخضوا معيهم أي حاجة من متعلقتهم وهربوا وبارجعوش البيت تاني أبدا جورج ابتدى يدور على حد يستعدوا في حوار البيت بتاعه والأحداث الغريبة اللي حصلت ليه وأسرته هناك كان الكاهن ري حكاله إن بعد أول مرة رح يبارك لهم البيت حصلت له حمة جديدة جدا وجات له زي تقرحات وندبات في إيديه إدى كثرة معرفوش سببها إيه وفيه دكتور منهم رح قاله ده أكيد من الضغط النفسي أو حاجة وسمع جورج بارتو إن رونالد ديفيو اللي قتل أفراد أسرته قال إن فيه شبح أمره بإنه يقتلهم وابتدى جورج وكاثي يظهروا في مقابلات تلفزيونية كتيرة اللي خلتهم يهربوا منه بعد 28 يوم بس من اتقالهم لي وفيه تواصلت معاهم صحفية وحست إنهم صادقين في كلامهم فقالت لهم إنها هتعمل زيارة للبيت ومعاها أشهر زوجين في الوقت ده اللي كانت وظيفتهم هي التحقيق في الأمور الخارقة للطبيعة كان اسمهم إد و لورين وورين وهم دور الأشخاص اللي اتعملت عندهم سلسلة الأفلام الناجحة جدا The Conjuring في الزيارة دي اللي كانت مع الصحفيين والمصورين جات لورين وورين قالت إن البيت ده أكيد مسكون وقررت هي وجوزها قد يعملوا زيارة تانية بعدها ومعاهم فريق متخصص في الحاجات بتاعة الأرواح والمس الشيطاني والكلام ده وجانت معاهم الصحفية اللي اتفقت معاهم من الأول لورين وقاد قالوا إن البيت فيه شر وكيانات غريبة والوسطاء الروحانيين اللي جب معاهم كل حد فيهم حاجة عن حاجات مش طبيعية بس الصحفية قالت إنها ما شافتش بنفسها أي حاجة غريبة حصلت لكن بعدها لما صور اللي اتخذت في الزيارة اتحمضت وطلعت كان فيه صورة لمدخل غرفة البنت الصغيرة العيلة لطس بيظهر فيها ولد صغير مع العلم إنه مكانش في البيت أي حد غير فريق التصوير والصحفية والوسطاء الروحانيين وأكيد ما كانوش جايبين معاهم أطفال لما سألوا البنت الصغيرة عن الولد في الصورة قلت لهم إن دا هو صديقها اللي كانت بتلعب معاه لما سكنوا في البيت مع شغرة قصتهم والمضايقات اللي بتدوا يتعرضونها عيلة لطس بعد كده سابوا نيويورك كلها ونقلوا ولاية كاليفورنيا اتحكى برضو إن اتعملت زيارة للبيت بعد كده من وسيطة روحانية جابها محيم عيري الديثيو اللي كان بيدافع عن رونالد اللي قتل أسرته في البيت والوسيطة قالت إن المكان مدهون فيه سكان أصليين لأمريكا واتضح إن المنطقة كانت مقابر ليهم وتم استخدامها بعد كده لبناء بيوت سكنية وفي يوم جهب محرر في دار نشر تواصل مع جورج وكاثي وقدم قصتهم لجاي أنسن اللي قال في الكتاب الشهير بناء على شريط مضته 45 دقيقة حكى فيها جورج وكاثي الأحداث اللي عاشوها الكتاب ده باع ملايين النسخ وتشهر البيت أكتر وأكتر وبقى يجيله زوار من كل أنحاء الدنيا وكأنه مزار سياحي أو ديني على الناحية التانية ناس كتير كذبت الأحداث دي وقالوا إنهم زاروا البيت ولقوا مفيش أي حاجة وفوق كده مفيش حد من اللي سكنوا البيت بعد عيلة لدز حصل معاهم أي حاجة غريبة بالعكس تماما حكى المالك للبيت جيمس كرومارتي اللي اشترى البيت بعد عيلة لدز على طول إنه عاش فيه مع زوجته أكتر من عشر سنين ما حصلش فيهم أي حاجة غريبة غير الزوار اللي كانوا بيجوا يزوروا البيت بخصوص جورج وكاثي لدز أصروا على قصتهم لحد نهاية حياتهم والبيت لسه موجود مكانه لكن اتغير اسم العنوان وتعمل التعديلات على شكل خارجي وفيه سلسلة من الأفلام النجحة اللي اتعملت على قصة البيت ده أو استوحت منها هل الأحداث اللي في البيت حقيقية هل جورج وكاثي صادقين مقدرش أقول بالقطة لكن الأكيد أن القصة مشهورة جدا جدا وفيه ناس كتير استفادت منها بشكل أو بآخر ودي كانت قصة النهار ده أتمنى لكم الخير والسلامة واشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر